حين شرع الحق سبحانه وتعالى في خلق آدم جرى حوار بينه وبين الملائكة وكان من شأن هذا الحوار كما ورد في التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم فأبان لهم رب العزة سبحانه الحكمة من وراء خلق آدم فعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فأقروا بقصور علمهم وصدعوا للحق والبرهان والبرهان المستقيم أما إبليس الأخرق فقد خرق إجماع الملائكة الذين استجابوا للحجة البالغة وكانت حجته الخسيسة أنه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فكان أول مخلوق يرفع عقيرته بالنداءات العنصرية البغيضة ويتطبع بها فكان أول من رفع لواء العنصرية كأول داعية لها في الكون لذلك ترد من رحمة الله جزاء وفاقا على عنصريته وتكبره ترجمة نانسي قنقر أتعرف يا أخي هابيل كلما جلست مع أمي أطلب منها أن تحكي لي عن الحياة في الجنة فكانت تروي لي عن النعيم والأمان وأشياء كثيرة ولكنها كانت تنهي حديثها دائما بالبكاء لقد أذلهم الشيطان وخدعهما وتسبب في خروجهما من هذا النعيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لماذا تستعيذين من الشيطان يا أختي العزيزة؟ هل حاول أن يؤذيك؟ قابيل إني أستعيد منه دائما كما أمرنا الله ألا تستعيد منه أنت أيضا وتدعو الله أن يهديك؟ أجل بالطبع ولكن هذا اللعين لا يجر على الاقتراب مني أدعو الله أن يعيذنا جميعا منه ولا يجعل له علينا سبيله آخي الحبيب إني أفتقدك كلما انشغلت عني بهذه الأغنام وتتركني أعمل وحدي في هذا الحق أنا لا أتأخر أبدا عن مساعدتك يا أخي أعلم يا أخي فأنت نام الأخ كيف حال جرحك؟ ألم يطب بعد؟ إنني بخير والحمد لله هيا نعد يا إخوتي قبل أن يحل الظلام فإني أسمع وأذئاب من بعيد هيا بنا فأنا أخشى على الأغنام منها هيا ما الذي جاء بك أيها الإبليس؟ ألم يكفك ما جمعت من أعوان؟ توقعت أن تستقبلني بشكل أفضل أيها الكبير سوميا لم تجب عن سؤالي ما الذي أتى بك؟ جئت أعرض عليك التحالف معي فأنت كبيرنا؟ وأنا لن أستغني عن مشورتك فكلمتك مسموعة ومطاعة من الجن هل تريد تكرار ما حدث لنا من مآسم في الماضي؟ وكنت أنت شاهداً عليها؟ بل وشاركت مع الملائكة في غزونا فأصبحنا كما ترى مشردين مشتتين في الجبال وجزر البحار لا 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 لم أقصد هذا بالعكس فأنا أعمل على توحيدي وجمع الجن ليكونوا تحت ريتي أقصد ليكونوا تحت أمرنا أنا وأنت لمحاربة آدم الذي غزى أرضنا هو وبنوه آدم الذي أغويته يا إبليس وتسببت في خروجه هو وزوجه من الجنة ماذا تريد منه بعد ذلك؟ ماذا تريد منه؟ بعد أن فعلت فعلتك معه تذكر رواياتي يا سمية ولا تذكر أنه تسبب في طردي من رحمة الله وحلت علي لعنته إلى يوم الدين فخسرت دنيايا وأخرتي لماذا لا تذكر ذلك يا كبيرنا؟ إنه كبرك وغرورك أيها العين هما من تسبب فيما أنت فيه الآن لا تلقي باللوم على آدم بل عليك أن تعض أصابع الندم وتتجه إلى الله عسى أن يتوب عليك من هذه؟ من هذه الجميلة التي تجرأت على إبليس في حضرة كبيرنا؟ لابد أنها ابنتك ابتعد عني أيها العين إني أنتظر ردك يا كبيرنا لقد أخطأت في طلبك هذا يا إبليس ستبقى وحيدا يا سمية فأتباعي يتزايدون ولا يعصون لي أمرا لقد سمعت رد أبي أيها العين اذهب ولا ترين وجهك القبيح هذا مرة أخرى هيا سمية لقد سمعت من الرد فاذهب أنت غير مرحب بك هنا اذهب حسنا حسنا سأذهب ولكن لا تلوماني على ما سأفعله اقليمة يبدو عليك الحزن ماذا بك يا أختاه؟ تصرفات قابلة تجاه أخينا هابيل باتت تزعجني وتقلقني كثيرا أبي أيضا قلق من سلوكه ونصحه كثيرا بضرورة أن يحسن تعامله مع إخوته إنه يدمر شيئا في نفسه يا ليبودة إنني أصبحت أخشاه اقليمة ماذا تقصدين؟ فكلامك أخافني أنا أيضا لا أعرف ماذا أقول لك ولكني أدعو الله أن لا يحدث مكره لأخينا هابيل لقد انقبض قلبي من حديثك يا أختاه كم أتمنى أن تكون هواجسي هذه مجرد أوهام كم أتمنى أن تكون إني أندهش يا سمية من موقفك مع إبليس ومن عدائك له هل يرضيك أن يحتل الأرض مخلوقات غريبة؟ هل يسعدك هذا الأمر؟ الأرض لم تعود لنا وحدانا يا عينة بعد أن أفسدنا وسفكنا فيها من الدماء إنه عقاب الله لنا ولا نملك إلا أن نقبله إنهم يزاحموننا أرضنا ويناصبوننا العداء لقد بدأت العداوة من إبليس إنهم مسالمون وقد استخلفهم الله في الأرض ليعمروها إنها إرادة الله ومشيئته ونحن يا سمية ما مصيرنا؟ نرضى بحكم الله عز وجل ونعيش في سلام عسى أن يتوب الله علينا ونبتعد عن طريق إبليس حتى لا يوردنا النار معه إبليس هو زعيمنا من الآن وكبيرنا ونحن معه لمحاربة آدم وبنيه يا للمسكينة نجح إبليس في إغوائكم وسيردكم موارد التهلكة كيف لعجوز مثلك أن تتبع هذا اللعين لقد خدعكم وسيأخذكم معه في طريق لا عودة منه أي طريق هذا يا سمية؟ طريق الحصرة والندامة يا عائنة شكرا من يأتيني بهذه اللعينة التي تطاولت على زعيمكم؟ من تقصد يا سيدي إبليس؟ ونحن نأتيك بها في الحال؟ صليطة اللسان تلك المسمات يا قوتة ابنة سمية؟ أريدها مكبلة راكعة ذليلة أمامي كي تعرف من هو إبليس؟ سيدي إنها ماذا بكم أيها التعيسان؟ ماذا بكم؟ ما لكم قد خرستما؟ هل تعجزاني أن تأتي بها؟ نها ابنة كبيرنا أنا كبيركم ولا كبير لكم غيري هل تسمعان؟ أنا كبيركم أنا آتيك بها يا كبيرنا أيها العزيز إبليس غندور لم أشك لحظة في مدى إخلاصك لأيتها العزيزة ألا تخجلاني أيها الشقيان؟ هيا أغرب عن وجهي هيا رهن إشاراتك يا سيدي إيتيني بهذه الشقية الملعونة يا غندور ولك عندي مكافأة كبرى السمع والطاعة يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم إنما ذلكم الشيطان خوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اللهم صل على سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا يا إلهي ما نحن فيه بسر أسرار بسم الله الرحمن الرحيم لما علم إبليس أنه قد خسر الدنيا والآخرة طلب من الله تعالى أن يمهله ولا ينفذ فيه قضاءه حتى يوم القيامة فأجابه الله لما طلب فما كان منه إلا أن توعد بأن يغوي بني آدم ليدخلهم النار معه ويبعدهم عن رحمة الله الذي بيّن له أن النار بصير كل من يتبع الشيطان ويبتعد عن الهداية وطريق الإيمان هكذا يحذر الله تعالى الناس ويبين لهم أن الشيطان عدو لابن آدم منذ بدء الخليقة وأن هدف هذا الشيطان هو إضلالهم ليوردهم النار معه ليبودا تذوقي هذه الثمرة خذي أيتها اللئيمة سأمسك بك انتظري لن تستطيع لحق بي إنه يوم مشمس جميل كم أود أن يكون لي جناحان مثل هذه الطيور لأحلق عاليا في السماء أتأمل روعة خلق الله إقليمة ما لك صامتة لا تتحدثين أفكر يا لبودا أفكر فيما تفكرين أفكر في أخي هابيل أخشى علي إقليمة لقد سئمت حديثك عن قابيل وهابيل وكأن شيئا جللا سوف يحدث هذا ما أشعر به قاتل الله الغيرة والحسد ترى ماذا تخبئ لنا الأيام؟ ماذا دهك يا قابيل؟ ما كل هذا العداء مع أخيك هابيل؟ كيف تجرؤين على الحديث معي هكذا؟ إنني أختك ولي عليك حق النصيحة وأنا لا أقبل منك أي نصيحة ماذا تريدين يا لبودا؟ ومن أشار عليك أن تأتي إلي بالنصيحة؟ لا أحد يا أخي إذن فلتعلمي أنني أنا قابيل أنا أول من ولد على هذه الأرض وأنا ولدت بعدك مع هابيل ليتك لم تأتي إلى هذه الدنيا أيتها الدميمة ماذا قلت؟ أتصفني بالدميمة؟ إذن فلتعلم أن هذه الدميمة ربما تكون عند الله أفضل منك يا أول مولود على الأرض ماذا تريدون مني؟ نعم أنا أكره هابيل لأني الأقوى أنا أفضل منه لا أفضل منكم جميعا وسأرث وحدي هذه الأرض ومن عليها أتسمعون؟ إيها المسكين لقد استحوذ عليك الشيطان ونطقت بما نطق به أمام الله لقد أخذك الغرور والكبر وأخشى أن يكون مصيرك نفس مصير الشيطان أخذك الغرور والكبر أخذك الغرور والكبر سوميا لم يسمع لكلامي وساخر مني ومن إبليس لا أدري كيف سنتخلى عن الأرض لهؤلاء الغرباء فمنذ أن حاربتنا الملائكة ونحن متفرقون وماذا لو اجتمعنا تحت راية إبليس لندخل حربا؟ ندخل حربا؟ مع من؟ مع آدم وبني حتى نطردهم من هذه الأرض كيف وآدم خليفة الله في الأرض؟ ونحن لا نستطيع ذلك لا بل نستطيع ما أبدع خلق الله؟ انظري يا إقليمة انظري إلى ماء النهر الصافي وإلى قاعه الممتلئ بالأصداف والأحجار ترى كيف كانت أنهار الجنة التي أخرج منها أبي وآدم؟ وأمي مؤكد أنها تفوق هذا النهر جمالا كان أبي وأمي يحكياني عن طيب هوائها حيث لا برد ولا حر كان يحكياني عن أشجارها وثمارها الطيبة ترى أكان بها أيضا سباع ووحوش ضارية؟ ما هذا الصوت؟ ما هذا؟ إنها الزئاب اكفزي إلى النهر يا إقليمة هيا اكفزي أنا لا أحسن السباحة ولا أنا أنا أيضا لا أحسن السباحة ولكن ما الحيلة؟ اكفزي بسرعة اتعدي اتعدي عن حافة النهر يا إقليمة أخشى من الغرق يا لبودة لا تخشي شيئا هاتي يدك قومي ولا تخافي لا أني أحاول يا لبودة أني أغرق أني أغرق قبيل قبيل انقذونا انقذونا قبيل قبيل انقذونا انقذونا أسمع أصوات استغاثة آتية من بعيد الأصوات آتية من اتجاه النهر قبيل انقذونا يا قبيل تعال معي انقذونا اشتركوا في القناة شكرا 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 اذهب عنت إليهما يا هبيل اذهب أنقذ هما لا تخاف يا إقليمة لا تخاف أبداً أمسكي بيدي أجل أجل هكذا وأنت يا ليبودة هاتي يدكي الحمد لله الحمد لله هل أنتم بخير؟ لقد نجونا من الموت بأعجوبة الحمد لله شكرا لك يا هبيل لقد أنقذتني بعد أن كنت أن أموت هيا نبتعد من هنا قبل أن تعود الذئاب مرة أخرى نعم هيا بنا بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين خلق الله الإنسان بيده في أحسن تقويم وأجمل صورة وأودع فيه من القوى والطاقات والمواهب ما شاء أن يودع وفي مقدمة تلك الطاقات والمواهب نعمة العقل فعلم آدم الأسماء كلها إنها السر الإلهي العظيم الذي أوضعه الله هذا الكائن البشري وهو يسلمه مقاليد الخلافة وعلم آدم الأسماء كلها إنها سر القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات سر القدرة على تسمية الأشخاص والأشياء بأسماء منطوقة يجعلها رموزا لأولئك الأشخاص والأشياء المحسوسة إنها قدرة ذات قيمة كبرى في حياة الإنسان على الأرض وإن الحياة ما كانت لتمضي في طريقها لو لم يودع الله هذا الكائن القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات فكان سجود الملائكة لآدم سجود تكريم وتشريف واحترام واحتفاء وليس سجود عبادة أو تعظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الاقتراب منك أراك تبتعدين عني ترجعين الفضل في إنقاذك من الموت إلى هابيل وكأني خيال أو سراب لماذا؟ لماذا يا إقليمة؟ لماذا؟ هابيل يحاول دائما أن يتميز عليك أمام أهلك وأمام أبيك كن عنيفا معه لا تستسلم ماذا أصنع معه؟ إنه يستحوذ على اهتمام الجميع وحبهم رغم أنني الأفضل والأقوى وأنا خير منه نعم أنا الأفضل والأقوى هابيل ينافسك في حب إقليمة وأنت الأحق بها ها هل ستتركه يأخذها منك؟ إقليمة وأميئة وأنا أحق بها من هابيل إنني أحبها إنها لي أنا وحدي ولن يأخذها مني أحد أجل عليك أن تقف له ولا تستسلم فمن ذا الذي يأخذ منك إقليمة إقليمة الجميلة لا أحد إقليمة لي أنا هابيل 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 يا آخي الذي أكرهه لن تأخذها مني أتفهم؟ لن تأخذ مني إقليمة مهما حدث لن تأخذها مني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لا أصدق أنني ما زلت على قيد الحياة الحمد لله لقد أرسل الله لنا قابيل وهابيل في الوقت المناسب وإلا أصبحنا قابعين في أعماق النهر لقد رأيت الموت بعيني الموت شيء مخيف يلي بودا سلمك الله من كل شر نحن الآن بخير والحمد لله أدركت اليوم بأن الموت هو مفرق الأحباب هابيل أنقذ حياتي إقليمة أنت تخفينني بكلامك هذا قابيل وهابيل معا أنقذانا من الموت وليس هابيل وحده ها؟ أجل أجل لقد أنجان الله على يديهما يا أشعر بأن ما رأيته اليوم سيظل كابوسا لا يفارقني لقد أصبحت رجلاً بالغاً عاقلاً يا قبيل أنت أول مولود على الأرض ويجب أن تكون كلمتك مسموعة ومطاعة من الجميع قابيل قابيل ألن تأتي لتساعدني في صنع هذا الجسر على النهر؟ إني متعب ولا أهتم بما تقوم به لماذا تصنع هذا الجسر؟ لا أفهم ماذا بك يا قبيل؟ كلما طلبت منك يد العون والمساعدة أراك تتكاسل ولا تبالي قلت لك إني متعب ولا أهتم بما تصنع فعندي ما يشغلني وما هذا الذي يشغلك؟ لا شأن لك به ودعني الآن أخذ خيلولتي لماذا يتكبر عليك قبيل؟ إنه يحصدك لأنك الأجمل والمقرب من أبيك آدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم اهد قلب أخي قبيل اللهم اهد قبيل من الشيطان الرجيم اللهم اهد قبيل شكرا شكرا لك ولماذا تسألينني أنا بالذات؟ أنت من المقربين إلى إبليس وأظن أنه لا يخفي عنك سراً أليس كذلك يا عزيزي؟ هل ترغبين في الزواج بإبليس؟ ها؟ لا؟ كيف لي أن أفكر في هذا؟ ولكني فقط أردت أن أعرف ما يدور برأسه وكيف لي أن أعرف ما يدور برأسه؟ كن صريحاً معي ولا تتخابث علي واطمئن فأنا أعرف كيف أكتم الأسرار ولا أبوح بها إنه ما زال يبحث عن زوجه أحسنت يا صديقي اذهب الآن وتقص الأمر جيداً ولا تنسى أن تخبرني إذا جد جديد فإنه سอ acknowledging واختامنا وخصحérer سوركاً موسوكوكوه وفاء ترجمة نانسي قنقر وأغنامي تحب أن ترتع في هذا الجو البديع هبيل أخي هبيل لبيك يا أختاه ماذا حدث هل قابيل ضربك ثانية لا لم يضربني لماذا تبكين إذن لقد طردني من أرضه يا أخت الحبيبة إن أرض الله واسعة ومن حقه أن ينفرد بنفسه من حين لآخر أقول طردني طردني إلى الأبد ولا يريد مني أو من غيري أن يقترب من أرضه قابيل يغادرنا في النهار ويعود إلينا مع الليل ولكنه من اليوم لن يعود يا ليبودة طيبة لماذا تخطر مثل هذه الأفكار والهواجس في عقلك؟ ليست أفكارا ولا هواجسا يا هبيل ولكن ذلك ذلك ما حدث ما الذي حدث يا ليبودة؟ قابيل يقطع الأشجار ويكوم بعضها فوق بعض ليصنع منها سياجا عاليا حول أرضه وبعد يا ليبودة وبعد ذلك طردني أشار إلى فتحة بين السياج وقال لي أخرجي من أرضي يا ليبودة كفى بكاء يا ليبودة تعالي معنا ولا تبقي وحدك وعندما تودعنا الشمس تعودين معنا ونمر على قبيل ليعود هو أيضا معنا هيا بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا بسم الله الرحمن الرحيم أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير نستكمل ما قد بدأناه من قصة سيدنا آدم عليه السلام هبيل عد بأغنامك عن هذا الطريق طريق؟ أي طريق تعني يا قبيل؟ طريقي ألك طريق ولي طريق منذ متى؟ منذ اليوم لن أسمح لأغنامك باشتياز هذا الطريق وأنت مر بأردي عجباً وكيف إذن سأعود؟ ومن أي طريق؟ ليس هذا من شأني ولكن لماذا تسد علي الطريق؟ لأن أغنامك ستباثر هذه الأكوام من الثمار التي تعبت في جمعها انظر معي ما هذا الذي صنعته يا قبيل؟ ولماذا تجمع كل هذه الثمار؟ للطعام؟ ولماذا ترى أنت الأغنام؟ أل شيء غير الطعام؟ وما الحكمة في أن تجمع كل هذه الأكوام من الطعام؟ كي لا أعمل كل يوم ما دمت أستطيع أن أختزن طعاماً عدة أيام؟ وماذا تصنع في باقي الأيام؟ تجلس بلا عمل؟ كما تفعل أنت؟ ألا تجلس كل أيامك لا تفعل شيئاً سوى مراقبة ورعي هذه الأغنام البائسة؟ ومع ذلك ماذا تريد مني؟ أن تزيل هذه السياجة التي حول الأرض وأن لا تؤذي لي بودا مرة أخرى وأن تعود معي لن أعود وسأبقى هنا في أرضي وداعاً يا قبيل ولن أعود غداً من هذه الطريق سأبحث عن طريق أخرى أرأيت يا زيتونة كيف احتل آدم وبنوه أرضنا؟ ليست أرضنا وحدنا يا عينة فلقد أصبحنا جميعاً شركاء على هذه الأرض؟ أنك ترددين كلام سومية وتنسون كلكم أننا أول من عاش على هذه الأرض وماذا فعلتم فيها؟ أفسدتم وأحدثتم البدع وسفكتم الدماء فكان غضب الله ولعنته التي حلت على الجميع وما يدريك أن أبناء آدم لن يفسدهم أيضاً ويسفك الدماء؟ ها أنت ترين الآن ماذا يفعلون؟ إنهم يعمرون الأرض قد يأتي من بعدهم من يفسد ويسفك الدماء ولكن تظل رسالتهم على الأرض هي الإعمار انظري إليهم كيف يعملون ونحن أيضاً سوف نعمل ولكن على إفساد حياتهم وعلى بث الضغينة والفرقة بينهم انتقاماً منهم ومن آدم ومن ذريته إلى يوم القيامة أحاط قابيل أرضه بسياج عال من الأشجار والأحجار وصنع باباً وأغلقه عليه وكان يزيد في مساحة أرضه يوماً بعد يوم ويحتكر ثمار الأرض لنفسه ويضيق الطريق على هابيل وأغنامه افتح يا قابيل افتح ما هذا الذي تصوي به نحوي؟ وجهك مخيف يا قابيل ماذا حدث؟ هل أنت غاضب من شيء؟ لا، ولكني ظننت أن أحداً يحاول اقتحام أردي فخرجت ومعي هذا الغسل أحد يحاول أن يقتحم أرضك؟ كيف؟ هل يوجد غيرنا هنا يا قابيل على هذه الأرض؟ أم هل تظن أنني أقتحم عليك أرضك؟ أقتحم عليك مكانك يا قابيل؟ أم تعني زوجة المستقبل ليبودة التي ترطها من هذه الأرض؟ ظننتك وحشاً من البرية ولكننا في وضح النهار ظننتها أغنامك فخشيت على ثماري منها أغنامي وديعة مسالمة هابيل ماذا تريد؟ تريد عراكاً؟ تريد أن تصارعني؟ أنني أتحدث معك أحاورك اسأله يا هابيل لماذا تردني أنا لبودة؟ ولم يطرد إقليمة أنت هنا يا لبودة؟ لماذا عصيت أمري وعدتي؟ ألم أقل لك أن تذهبي إلى غير رجعة؟ تكلمي تكلمي هابيل تكلم عليك أن تعيد ليبودة يا قابيل فهي قرينة مستقبلك ثم إنها أختي توأمي ومن أدرك أنها ستكون قرينة مستقبلي؟ أي قوة تجبرني على ذلك؟ قوة العرف ماذا؟ ماذا تعني بهذا العرف؟ هذا ما سنه أبونا آدم وتعارفنا عليه يا قبيل هذا هو العرف الذي اتفقنا على قبول أحكامه بيننا هل هذا الذي تسميه العرف؟ أجل هو ذاك أنا لا أعرف ما تتحدث عنه ولا أفهم هذا العرف هل لا سمحت لنا بالجلوس معا كي نتحدث؟ ترجمة نانسي قنقر 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 لا 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 أنا لا أصدق أخيراً أخيراً جئت إلي جاثية ذليلة هل وفيت بما وعدت يا سيدي؟ أجل أجل يا غنظور وسأفي لك بوعدي اذهبي الآن إلى سمية وأخبريه بالخبر السعيد كي يطمئن أنها في أيدي أمينة لن تفلت بفعلتك هذه يا إبليس ولن تفلت من عقابي أبي هل سمعتم؟ إنها تتوعدني تتوعد إبليس غداً سيأتي هذا السمية إلي مستعطفاً متذللاً طالباً رحمتي لن يحدث هذا أيها اللعين رغم كره ومقتلك يا صليطة اللسان إلا أنه تعجبني جرأتك وشجاعتك لقد تطاولت علي في حضرة سمية ونعتني بأبشع الكلمات والألفاظ ولكن لأنني متسامح طيب القلب مرهف الحس والوجدان أستطيع أن أتجاوز عن إساءتك لي ولكن بشرط أن تطلبي مني العفو والصفح بكل تذلل مخضوها وعندها قد أعفو عنك على ما تضحكين عياتها البائسة أيها الشقي المسكين إنك لم تتعلم من دروس الماضي كبرك وغرورك يصوراني لك أنك تستطيع أن تحكم العالم أن تأمر فتطاع ستحيا يا إبليس ملعونا إلى الأبد من السماء والأرض استفزز من استطعت يا إبليس بخيلك ورجلك من الجن والإنس فسيظل آدم وبنوه من بعده سواء من أضللت وأغويت أو من نجى من حبائلك تشملهم رحمة الله العاصي منهم والطائع أما أنت يا لعين فمطرود من رحمته إلى الأبد إغسائي أن يتوشقية البائسة أنا لن أترض وحدي من رحمة الله إنه الوعد الوعد الذي قطعته أمامه عندما أمهلني إلى يوم يبعثون أن أقعد لهم الصراط المستقيم فأنا أعرف نقاط ضعفهم وأين مدخلي إليهم أنا في دمائهم في عرقهم وصدورهم لن يفلتوا مني هل تسمعين؟ لن يفلتوا مني خذوا هذه الملعونة من أمامي وألقوها في سجن لا قرار له وسدوا عليها كل منفذ حتى تعلم من هو إبليس إبليس سلطان هذا العالم السفلي بسم الله الرحمن الرحيم قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن له صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ترجمة نانسي قنقر اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تملأ السماوات والأرض نورا وتكون لنا وللعالمين فرجا وفرحا وسرورا أراد الله تعالى أن يقول للملائكة إنه علم ما أبدوه من دهشة حين أخبرهم أنه سيخلق آدم كما علم ما كتموه من الحيرة في فهم حكمة الله وعلم أيضا ما أخفاه إبليس من المعصية والجحود أدرك الملائكة أن آدم هو المخلوق الذي يعرف وهذا أشرف شيء فيه قدرته على التعلم والمعرفة كما فهم السر في أنه سيصبح خليفة في الأرض يتصرف فيها بالعلم والمعرفة أي معرفة الخالق وهذا ما يطلق عليه اسم الإيمان والإسلام إن نجاح الإنسان في معرفة الخالق ومعرفة العلوم المادية أتاح له استعمار الأرض والتحكم فيها والسيادة عليها وكفل له حياة أرقى إنها حكمة الله في استخلاف الإنسان وسيادته على كل المخلوقات وتسخيرها له تريدونها إذا حرباً أيها الملاعين تريدون تكرار مآسي الماضي أما كفانة شتتاً وتشريداً؟ لا يا سيدي سميا ما نريد إلا الإصلاح أي إصلاح؟ إبليسكم لا يعرف إلا الإفساد أين ابنتي أقوتة؟ ماذا فعلتم بها؟ تكلمي إنها بأمان يا سيدي معززة مكرمة فهي ابنة كبيرنا ولا يستطيع أحد إهانتها غنظر أيتها الشقية كفي عن المراوغة أخبريني أين ابنتي؟ عند سيدي إبليس وماذا يريد منها هذا العين؟ لا يريد منها شيئاً إنه يريد منك أن تنضم إليه مع أدباعك من الجن لنتسيد أرضنا مرة أخرى أرضنا التي اختصبها آدم وبنوه وأنا رفضت عرضه هذا من قبل وأكرر رفضي هذا غنظر قولي لسيدك إن لم تعد ابنتي في الغد دون أن يمسسها سوء سيرى مني ما لا يحمد عقبها سيدي سميا أغروبي عن وجهي يا غنظر ولي دعنا إبليس نعيش في سلام أخبريه أن الأيام دول وعلى الباغي تدور الدوائر ترجمة نانسي قنقر هابيل هابيل إقليمة غبت طويلا عن ناظري هابيل ها قد أتيت ماذا تريد مني ماذا تريد أن تقول تبدو غاضبا يا قبيل هل أسأت إليك ألا تعرف أنك قد أسأت إلي ماذا صنعت لك هذه اللهفة التي تستقبل بها إقليمة وتستقبلك بها وماذا يديرك يا قبيل إنه قارن مستقبلي ومن قال هذا أنا من قال هذا أنت حسنا لا بأس ولكنني أخوك توأمك أعرف ذلك إذن كيف تبدين له هذه اللهفة وهذا الشوق في وجودي ولم لا أليست حقيقة قد تكون كذلك ولكنها حقيقة مؤلمة بديع رائع وجدتها وجدتها ما هذه الذي وجدتها أنا سيت حكاية العرف العرف ماذا تعني لقد صورته أنت يا قبيل إنه القوة التي تجعلك تستهجن أن أعلن أشواقي لإقليم أمامك عدت مرة أخرى لهذا الكلام الغامض إن سلوكك هذا يؤذيني وكيف عرفت أن سلوكي يؤذيك أحسست أن هذا تعتصر قلبي وأنت تعلن شوقك لإقليمه إنه نفس الشعور عندما آكل ثمرة رديئة هكذا العرف إنه ثمرة أن تتذوق شيئا ما الحق معك يا قبيل لن أخطئ مرة أخرى وأعلن أشواقي لإقليم أمام الآخرين إذن فلنحتكم دائما إلى هذا الذي تسميه عرفا إذن فلن تستطيع بعد ذلك أن تطردني أغربي عن وجهي يا لبودة وإلى ضربتك لا يا قبيل أتواصل إليك ولكنها تريد أن أطردك من الأرض أنت لن تطردني لأنني سأذهب أنا عن أرضك أنا أمنعك بأي حق تمنعها يا قبيل ابتعد عن طريقي يا هبيل وإلا ضربتك بل ابتعد أنت عن إقليمه سأقتلك يا هبيل قبيل هبيل آدم قل لي آدم متى تصنع الآن؟ هذا ولدك وهذا ولدك افتح عينيك جيدا يا آدم وانظر إنهما يتعركان عرفت الآن ماذا يمكنني أن أصنع هكذا سيكون مصير ذريتك من بعدك التشاحن والعراك والدم الدم يا آدم الدم 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 اشتركوا في القناة هل زادت العداوة والبغضاء بينهما؟ ما زلنا نؤجج نار الغيرة في قلب قابيل ليكره أخاه أبيل وهل فعلتما نفس الشيء مع إقليم وليبودة؟ لم تأمرنا بذلك يا زعيم أيها الأغبياء أغبياء افعلوا الشر دون أوامر مني أهلكوا بني آدم اجعلوهم ينغمسوا في المعاصي والذنوب أقعودوا لهم كل مرصد لا أريد مؤمنا ولا صالحا على وجه الأرض إنسانا كان أم جنيا وأما هذه الملعونة المسمات يا قوتة فقد عزمت على الزواج بها ولكنها مؤمنة يا زعيمنا أعرف أعرف أيها الغبي وهذا ما سيزيد من إذلالها هي وأبوها سمية سأجعلها تكره الساعة التي وجدت فيها على هذه الأرض لكي تعلم من هو إبليس سأتزوج بك أيتها البائسة يا قوتة ده تواجبني وسيعجبني أكثر أن أجدها أمامي راكعة دليلة لتكوني يا قوتة طوع أمري هكذا هكذا أيها العين إبليس أهذه مكافأتك لي تتزوج بمن أحضرتها أنا إليك بيدي هتين لا لا يا زعيمنا وسيدنا سأرد إليك هذه الصفعة لن أقبل بهذه الإهانة يا إبليس وسأعرف كيف أردها نشأ قابيل حاد الطباع قاسيا سيء الأخلاق عكس أخيه هابيل الهادئ الوديع المسالم وكان قابيل يؤذي أخاه دائما ويستغله فيجعله يحرط له الأرض إضافة إلى عمله في رعي الماشية فقد كان قابيل يقوم بالحرث والزراعة وهابيل يقوم بالرعي وكان آدم يتألم من ذلك ونصح ابنه قابيل فقال له قم طيبا يا قابيل مثل أخيك لا تكن شريرة إن الله لا يحب الأشرار ولكنه كان عنيدا ولا يستمع لنصائح أبيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر